الفكر الحر هو رائد الإنسان الحر من أجله يحيى وفي سبيله يناضل الإنسان الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والنضال الفلسطيني ليس معزول عن المضمون الديمقراطي والتحرر الاجتماعي والأدوار أيضا على امتداد سنوات نضالنا متكاملة ومتداخلة بين المرأة والرجل اليوم نستضيف زهيرة كمال هي أول امرأة فلسطينية تتبوأ منصب أمين عام في تنظيم حزب فلسطيني هو حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني في هذا وهي المرأة الرابعة على المستوى العربي في هذا المنصب أهلا وسهلا فيك معنا من داخل الستيديو أهلا فيك أهلين وكل عام وأنت بألف خير وأنت بألف خير وكل نساء شعبنا بألف خير يعني كل عام وأنت مستمرة في العطاء والنضال والطاقة يعني هذا دائما أي إنسان مناضل إذا ما كان عم بشعر أنه دائما يكون عنده عطاء بمستمر وساعتها يعني خلص بخمل ولا يستمر بقدرش يستمر في هذا الموضوع إن شاء الله دائما فعملية العطاء هي اللي بتعطيه هذا الروح الجديدة والإمكانيات يعني الجديدة هذا العطاء والروح والطاقة المستمرة في تجربتك الشخصية ربما بدأت من الجانب التربوي والنقابي يعني درستي لتنوات التلويل بتأكيد والعمل النقابي السياسي وأيضا النسوي يعني في تأسيس جمعيات ومنظمات مختلفة نسوية أين وجدت نفسك أكثر؟ ما الأقرب كان إلى شخصيتك؟ يعني حقيقة يعني تعليم كان شيء كتير مهم مع أني أنا ولا مرة ما كنت أفكر قبل أنه أنا بدأ أكون بالتعليم يعني بس لما علمت في معهد الطيرة كان هذا مجال كتير كويس لأنه كمان بتلاقي فيه شيء تعمليه وبتلاقي نتاجه سريع يعني في هذه العملية الشيء الثاني والمهم كتير هو العمل النسائي المضبوط اتحاد العمل النسائي كمنظمة نسوية جماهرية في مرحلة نهاية السبعينات والثمانية وأيضا في أوائل التسعينات كانت كمان هي مجال للعطاء ومجال للتعلم يعني كمان الإنسان إذا ما بيكون هو مستعد لأن يتعلم سواء من اللي أعلى منه أو من اللي أقل لأنه كمان تجربة المرأة الفلسطينية اللي بالقرية أو بالمدينة أو بمجالات العمل المختلفة هي مجال للتعلم وهذه كمان بتخليك تفكري في برامج جديدة وبالتالي أنت كلما التقيت أكثر كلما كنت أقرب من الناس كلما كنت أكثر قدرة على بلورة مشاريع وبرامج في هذا الموضوع النقطة الثانية يمكن كانت وهون يعني أنا بدأ أقول في كل محل كنت أحاول يعني ألاقي حالي فيه لأنه كمان ولا مرة ما بكون في شغل أنا مش راضي عن حالي في قلبه أو بشعر أنه أنا بس جاي عشان أقضي وقت وبيدي أخذ ما عاش في آخر الشهر لا أنا يمكن دائما بحب أني أشتغل أكثر من ما باخد في هذا الموضوع بوزارتي التخطيط والتعاون دولي وأنا دائما بقول أنه أنا بوزارتي التخطيط والتعاون دولي لما كنت مدير عام كنت أحسن من وزير لأن كان عندي مخاطبة مع كل الوزراء أدخلت يعني وكان بالبدايات أنا عمالي بحكيه من البدايات يمكن من أول الناس طرحت موضوع النوع الاجتماعي الجندر ومش بس كنا عم نحكي شعارات كان عم بصير فيه تدريب على مستوى كل الوزارات وهذا الذي أهل للي إحنا عليه اليوم يعني في هاي العملية لما صرت وزيري أنا كان استكمال الموضوع دوري كأمين عام أنا بدا أقول أنه يعني كنت بتمنى أنه لو كان هذا قبل عشرين سنة وأنا لسه أصغر وعند قدرات أكتر في العطاء ولكن هو كان تحصيل حاصل يعني عمليا دوري النضالي العمل اللي عملته حزب كمان بنى عنده مفاهيم لها علاقة بالمساواة وحقوق الإنسان ودور المرأة لأنه كمان يعني هو الانتخب أمين العام وبالتالي هذا بصير يشوف الواحد هو نتاج لهذه العملية فكان عشان هيك أنا عم بقوله وطع حصير حاصل يعني فيه فيه حصاد دائما بعد كل زراعة يعني لسنوات طويلة فيه حصاد أجابي يعني هذا الحافز وحكيتي يعني أنه في كل محل كنت بتلاقي حالك وبتعطي وبتعطي إيش اللي خلى طول الوقت يعني يحدد مرحلة الشباب وأنت في عمر صغير بديتي يعني وكنت عم بشوف يعني من أول ما تخرج بالجامعة كمان كان لك دور كتير مهم بمجلس الطلبة يعني فمن بدايتك إيش اللي كان معطيك الطاقة وهذا يمكن بسأله السؤال عشان إحنا الفتيات اللي بعمر نفكر هل هو دافع شخصي ذاتي عائلي؟ يعني شو الحافز طوالوقت؟ يعني أول إشي هو الرغبة في التطور يعني كل كائن حي موجود وله لديه الرغبة في عملية التطور وهذا إشي طبيعي عند الناس جميعاً بتصير بدك تلاقي الفرص المتاحة ومن يدعم هذه الفرصة الموجودة وأنا بدأ أقول شي يعني مثلاً أنا لما رحت للجامعة طبعاً أنا رحت على القارة ما كان سهل كان نضال عشان أنت تروحي على الجامعة في جو لسا معدودين على أصابع الإيد الوحدة اللي عمالهم بطلعوا بريت البلد كان أقصى ما يمكن أنت تمني تروحي على بير زيت وكانت كلية لمدة سنتين وبالتالي لما أنا كنت مصر أنا بدأ أطلع على القاهرة هلأ لما تطلع على القاهرة وأنت عم بتشوفي عالم تاني يعني إحنا بنقول إنه مصر أم الدنيا وفعلاً يعني إنتي روح أنا روح في الستينات وهذا الوقت كان هو العصر الذهبي لمصر عبد الناصر الثقافة إطلاق التعليم كل هذا عشته أنا يعني وبالتالي لما انفتحت يعني كأي واحد رايح لا إشي جديد وعماله بتطلع وعم بدرس مادة صعبة يعني فيزياء وكيميا ورياضيات وبدأ حل وبدأ شغل فلما سقطت في السنة قلت أنا ما بدي أرجع خلاص أخدت فرصة إحنا من عائلة متوسطة محدودة الدخل والدي مع متقاعد كان كبير في السن لما تزوجوا إجيت أنا إحنا تمانية فقلت له لا كان جوابه إنه أنا ما بحب اللي بستسلم من أول هزيمة ومسقط هذه التجربة إنتي خطرتي تتعلمي بدك تستمري وتحقيقي هذا الهدف وهذا أحطي قدامك وبالتالي هو رفض إنه أنا أستسلم لهذا الموضوع وهذه كان لها دور كتير كبير في كيف أنا سرت بالمسابل سرت أوقات بدي أشتغل عشان أثبت إنه أنا أبها يعني هذي واحدة المسألة الثانية يعني كمان لما كنت أنا بالاعتقلات كنت كتير كتير يعني خايفة من إنه أفصل من عملي لأنه بنمضي إحنا على ورع إنه ما تشتغل بالسياسة فكان هذا هاجس عندي وأنا اللي عمالي بشتغل ووالدي توفى ومسؤوليتي كل إخوتي الأصغر وبيد كلهم بالتعليم ويعني فعلا كان هذا هاجس طبعا أنا بشتغل بالسياسة لكن أنا كنت بأدي عملي على يعني أكمل وجه وأنا عمالي بشتغل بتأخر بعمل يعني الإمتحان يمكن أكتر من مرة بعمل إمتحانات مع الطلاب بقعد معاهم لي مناقش هذا أنا ما عندي يعني بتأخر مش مهم عندي إمت أرجع بالليل كيفاء بس في عندي علاقة كتير قوية مع الطلبة وكان شعار إنه إحنا ما بدنا مش بس بدي أنجح بدي أجيب على الأقل 70% وانت عمال درسي فيزياء انت ما كنت تشوفي البكا اللي كان يكون في الفصل الأول وكيف النشوة اللي بتصير وانت بدك تتخرجي وانت يا شاعري إنه انت قدها وماسكي كل الموضوع فهاي العملية بدأقول قدرت أنا أجل مفوض العام للوكالة الغوث زارني في السجن انت بتعرف إيش هادي مردودها؟ أنا كل زملاء اللي كانوا يعتقلوا كانوا يفصلوا من العمل فأنا لما شفته جاي معا ممرتين حمدينه ما صدقتش حالي إيش حكالك؟ إيش كان لزيارة؟ قال لي طبعا سألني كيف أنت وقال لي إيش بلزماك؟ فقلت له ولا إش هي بس ما تفسروني من الشغل أنا بعرف في هذاك الوقت كنت تشتغلي بـ في الوكالة الغوث فقلت له أنه أنا بعرف أنه في هذه القوانين بس أنا ولا مرة كنت مأصرة في الشغل تاعي ولا مرة أقحمت الوكالة بنشاطي السياسي فأرجو أنه ما يفصل فقال لي اطمئني وهذه كانت كثير دافع تاني أنه لما أخدت إقامة جبرية أنا ما ععدت في البيت أنا أجل أمر الإقامة الجبرية بالليل حملت حالي ورحت على مكتب الوكالة في القدس في الشيخ جراح قلت لهم بدي مكتب هون قال لي شو بديك تعملي؟ بقول المدير قلت له بدي أعلم قال لي الطلاب في الطيرة قلت له أنا بدي أعلم من هون فيه إشي اسمه في العالم التعلم عن بعد قال لي بس أنت بتعلمي فيزيا قلت له معلش أنا رح أعلم عن بعد هذا بأي سنة تعريبا؟ هذا بالـ 80 وقلت له فيه سيارة بتاخد بريد كل يوم أنا ببعث أوراق العمل لطلابي طالباتي وهي راجعة آخر لنهار بتجيب لي اللي كتبوا وهلا أنا كل يوم بصر وبصلح وبعمل وعشان تحضر أوراق عمل لتعلم عن بعد كتير مشكلة فأنا تعلمت كيف أعلم عن بعد اتعلمت كيف أنا أفتفت المفاهيم لإشي صغير كتير كتير وأقدر أنقله للطالبات وكنت كل يوم خميس أقدر أخذ تصريح ليوم واحد أعلم أتقابل أنا وطالباتي وجهاً دواج فكنت أعالج الإشكاليات وأقدم أشياء جديدة التعاون اللي شفته من زملائي وزلميلاتي المعلمات كان هذا كتير مهم لأنهم كانوا مستعدين يعطوني كل حصاصهم عشان أنا أقدر أعمل طول للنهار في هذا يوم الخميس هذا اللي بروح عليه حتى أعمل النقطة الثانية الشارع المجتمع اللي محيط فيكي هلأ أنا لما كنت أتأخر كانت دائماً والدتي تقول يعني بتتأخروا شو بدهم يقول عنك الناس أقول الناس بتعرف هلأ أول ما اعتقلت الناس كتير تفعلت معاي هلأ صارت لما بتشوف سيارة شرطة بتتصل فيي بتقولي الشرطة حايمة ديري بالك ديري بالك عارفة هذا الإشي اللي هو يعني الدعم المجتمعي كمان بساعد وفي نفس الوقت أنت بدك تكوني عم تتفاعل معاهم بقضاياهم يعني أنا في الشيء عيلي في الشيء أيوة في الشيء عيلي في الحارة إلا أنا بزورها بمناسباتها المنيحة والسيئة يعني كل هاي التجارب الوضحة يعني أنا قاعدة بسمع مستمتعة عن هيك تجارب وقصص يعني هل بتشوفي أنه مازال مجتمعنا بحتضن مثل هاي التجارب وين إحنا اليوم من كل هذا المشهد؟ أنا بقول نعم بس إحنا قواتي منبعد عن الناس يعني الناس لسه فيها خير وكتير كويسة يعني أنا بدأ أقول لك أنا هلأ شوية كبيرة كنت شوية نقلت في فترة الإقامة الجبرية كتير كان الوضع الصعب يعني يعني أنا كنت موقع كل يوم الصبح والظهر والإسرائيليين المخبرات بتيجي بالليل على البيت تشوفني إن أنا موجودة ولا لا فكان هذا يعرض كل الناس اللي بتيجي لعندي لمخاطر يعني فأنا نقلت على بيت شوية بعيدة اللي أنا بشوف مين ما بده ييجي قبل بوقت يعني فرجعت هلأ على بيتنا القديم اللي هو بيت العيلة انتي عارفة كل الحارة كانت متحمسة إنه إحنا راجعين على البيت النوطة التانية أنا بس لما بنزل من السيارة إذا معاي أغراض بكونوا من شبابيك بنزلوا أولادهم يساعدوني عارفة هذا إشي بسيط جدا في هذا الموضوع فعشان هيك أنا بقول الناس فيها خير لما بمشي بشارع صلاح الدين الناس بتوقف بتقولي والله شوفي انتخابون يعني كان انتخابات بس 96 لليوم بقولوا والله انتخبناكي أو ست زهيرة واقف شوي نسألك شو في الدنيا يعني عارفة هذا الإشي الصغير كتير هو بعطيك دافعي لما بمشي بباب خادني الزيت بلاقي طبعا صار رجال بقولولي أنا كنت أصغر لما انت نزلت في الانتخابات والله كنت أحمل أنا كتير بنات أخواتي وأولاد أخواتي صغار كانوا هم اللي علقوا البوسترز فقالولي كنا نحملهم عشان يعنقولك البوسترز وهي في بوسترز لا هلأ والله ما إمناها يعني هذا يمكن بعكس كمان نقطة انت حكيتها الواحد إذا هو بعطي وبيقرر يعطي ونتحدث هون عن أي شخصية وفي أي مرحلة عمرية إلا ما يلاقي كمان نعم بدي أسألك عن موضوع يعني وفي هذا اليوم كنت مهم إحنا نحكي عنه اتحدثت عن العمل النسوي وقدش أنت كمان تأثرت فيه أنت سهمت في تأسيس العديد من المنظمات النسوية ولو أذكر منها سريعا لجان العمل النساء الفلسطيني طاقم شؤون المرأة مركز دراسات النسوية مركز القدس للنساء مركز المرأة للإرشاد القانوني والنسوي واللي أنت اليوم كمان موجودة في عضو عضو في هيئاتها الإدارية وأصالة وأصالة طبعا صاحبات 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 العمل يعني إذا بدي أخذ أنا المؤسسات هاي كانوا يقولوني هو محرك من شان تشكيل المؤسسات النسوية كل مرحلة كان بدها شيء أنت تفاكري فيه يعني إحنا بمرحلة أولى اشتغلنا كان في عنا عمل تطوعي ونضلنا من شان العمل تطوعي وبعدين يعني غياب نساء عن مشاركة في العمل التطوعي اضطرينا إنه نشكل العمل النسائي اللي هو يعني زي العمل التطوعي بس من شان ناخد أكتر عدد من النساء هلأ تجربتنا مع النساء كان بالضرورة نربط التجربة العملية بالنظرية وبالتالي شكلنا مركز دراسات النسوية على أساس إنه فعلا نبدأ نرصد ونوثق وندرس هذه التجربة بالتسعة وتمانية كان في عندنا يعني بدنا نتلمس بعض حالات العنف واللي كان دائما يقول لنا ليش بدكم يعني ما تحكوش عن العنف لأنا غسيل وسخ وغسيل وسخ وإحنا لما عملنا أول ندوة كانت تحول هذا الموضوع أول لقاء في هذا الموضوع عملنا بمدرسة لفرانس دعينا عليه ثمانين امرأة أجمية وعشرين دائما أنت بتدعي ثمانين عشان يجيكي عشرين إحنا أجمية وعشرين كانت فيها منع تجول من الساعة ثلاثة إحنا كنا مفاكرين إنه منعملها من التسعة للتنتين صارت خمسة الساعة وهالناس موجودين فهي أصالة في الستة وتسعين كان أنت بدك عادل مرأة تشارك في العملية الإنتاجية فانعملت مع المفاوضات تشكل طاقم شؤ المرأة فكل مرحلة كان لها شي في هذا الموضوع أنا مستمتعة في النقاش وأتخيل هذه الفرصة جميلة كانت أنت كمان قبلت الدعوة جيت ولكن بنهاية البرنامج أقل من دقيقة على وقت البرنامج الطاقم يقول لي إذا في كلمة بتواجهيها للمرأة الفلسطينية أول شي بدأقول تحية إلى كل نساء شعبنا وفي مقدمتهم أمهات الشهداء والشهدات أمهات الأسرع المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أسيراتنا إلى النساء اللي ما زالوا بكافحوا من أجل حقوق المرأة يعني إحنا في عنا قتل النساء قضية قضية أساسية ومطالبة الرئيس بفعلا إقرار قانون العقوبات هذه مسألة مش مزح يعني وهي مسألة جدية في مجتمعنا اللي بيشهد عماله قتل ويزداد القتل في هذا المجتمع النساء اللي عمالهم بروحوا بكافحوا من أجل صمود شعبنا عند الجدار وبيقاوموا الاستطان كل هذا العمل تحية إلى كل هذه المساوات تحية إلى كل النساء العربيات اللي ما زالوا كمان عم بثبتوا الحقوق المكتسبات المكتسبات التي تم اكتسابها خلال الفترة الماضية ويمكن يجرح الأخرين كمان بوجودك وبتجربتك واليوم من خلال تجربتك الشخصية أضعنا على مراحل مختلفة للمرأة الفلسطينية هاي الوازن لإليك كل عام ونشيب ألف خيان شكرا لك كثير على وقتك بذلك إحنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا الصباح شكرا لكل المشاهدين من المتاقم العمل أجمل التحيات وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة